وينضم إلينا مراسلان من بروكسل سلامة عطلة ومن معبر كاستيانس اليونانية على الحدود اليونانية مع تركيا محمد الفنيش ونبدأ معك محمد بأن تضعنا في صورة جديد الأوضاع فيما يخص المهاجرين واللاجئين خصوصا في ظل ما أعلنت عنه اليونان بأنها بالصدد اتخاذ إجراءات لرضع هذه الأعداد الكبيرة هنا على معبر كاستيانس خلف هذه البوابة التي توجد عليها علامة قيف هو معبر كاستيانس الذي كان معبر تجاري معبر للأفراد كذلك بين اليونان وتركيا هو المعبر الثاني البري بين تركيا واليونان بعد معبر كيبي هذا المعبر مغلق تماما ولاحظنا تعزيزات عسكرية كبيرة جدا دخلت من هذا المعبر في اتجاه الحدود التي تقريبا على قل من نصف كيلومتر من هنا على نهر إيفورس الذي لاحظنا جرفات عسكرية لاحظنا أسلاك شائكة تم يدخلها من هنا الأكيد أن الجيش اليوناني سيغلق تلك الحدود تماما كذلك في هذا المحيط من هذه الناحية تقريبا على مسافة كيلومتر توجد منطقة شاسعة بين الحدود اليونانية التركية وسائل الإعلام اليونانية هجم الشرس على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باعتباره أنه يستغل ورقة المهاجرين وأنه يحاول أن يستعطف المجتمع الدولي بحسب تعبيره عبر أكاديب وتضليل وقالوا أن الورقة الإنسانية للمهاجرين أن من يدعم المهاجرين من يستقبلهم من يعطيهم اللجوه من لديه الآلاف وهنا في اليونان هم اليونانيين وليس أردوغان وأن أردوغان يدفع بالمهاجرين ويستغل خطاب عاطفي ووسائل الإعلام اليونانية كذلك كشفت أن اليونان لن تكون سوريا بالنسبة لأردوغان ولن تكون كذلك ليبيا وأكدوا أنهم حازمين في التعامل مع الدخول الغير قانوني وأن طريقة اللجوء لديها شروطها ولا يمكن لليونان أن تخضع للابتزاز وأوقف طلب اللجوء لمدة شهر مارس كاملا ردا على تصريحات الرئيس التركي وبالتالي الرئيس التركي حرم اللاجئين حتى من عملية اللجوء التي كانت تستمر بشكل دوري من طرف السلطات اليونانية نتحول إلى سلامة عطالة في بروكسل سلامة هل نستطيع القول أن موقفا أوروبيا واضحا قد تبلور وسيستمع إليها أردوغان اليوم خلال لقائه مع قادة الاتحاد الأوروبي فعلا؟ حسب تصريحات لرئيسة المفوضية الأوروبية فوندرلاين قالت بأن الاتحاد لن يسمح أبدا بتجاوز الحدود وبأن الأولوية الأولى هي حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتوقعت بأن لا تؤدي هذه القمة التي ستعقد مساء اليوم إلى أي نتائج واعتبرتها أو وصفتها خطوة في طريق طويل لكنها فرصة كما قالت لإعادة إطلاق حوار موسع مع الأتراك بهذا الأمر أيضا الموضوع السوري سيكون على جدول النقاش الأوروبيون يريدون أن يستمر وقف إطلاق النار هناك لأمد أطول وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار في كافة الأراضي السورية وقالوا بأنهم سيتواصلون مع الجميع مع مجلس الأمن مع الأعضاء في الناتو مع كافة الأطراف مع الولايات المتحدة للوصول إلى هذا الطموح على اعتبار أنه مفتاح لأزمات لكن بالنسبة للأوروبيين واضح لهم أن أي مطالبات على خارج ملف المهاجرين لن تكون موضع ترحيب في النقاش مع أردوغان إلا إذا التزم وهدأ الأجواء وبدأ مفاوضات معهم ليس تحت الضغط كما يقولون من بروكسل شكرا لسلامة عطالله مرسل هناك ومن معبر كاستيانس اليونانية على الحدود اليونانية مع تركيا شكرا لمرسلنا محمد الفني شكرا لكم اشتركوا في القناة